صباح الخير النهاردة احنا هنتكلم عن اسمهان لان انا شايف ان في الفترة الاخيرة طلع كلام كتير عن اسمهان وقصص يعني نقدر نقول متلفقة عنها وكلها طبعا هي مش جديدة هي كان مكتوبة قبل كده بالذات التبعي كتب حاجات كتير ومصطفى امين كتب حاجات كتير ومش عارف مين كتب حاجات كتير والفترة دي كان موجود فيها الصحفيين اللي بيحبوا الفرقعات اللي التلاتينات والاربعينات زي تبعي مصطفى امين احسان عبدالقدوس ناس دولا كتبوا حاجات كتير لكن بالذات التبعي لان التبعي كان هيجاوز اسمهان فالتبعي كان عنده في مخه دربان شوية فهو اضغاز لما يعني فسخت الخطوبة فحس بالاهانة هو كان يظن ان كل الستات المفروض يعني تقع في دباديبو وزعل وابتدى يشوه في صورتها ويعني يكتب حاجات ليس لها اي شيء من الصحة وللأسف المسلسل لما تعمل ايضا كان له يد في ترصيخ الكثير من المعلومات الخطوئة عن حياة اسمهان وللأسف في الوقت دون علشان نكون واضحين ده كان حال معظم الناس في الوقت دون وهذه الحقبة التلاتينات والاربعينات كانت الفترة اللي احنا خرجنا من عصر الظلمة اللي هو خرجين من اواخر القرن التسعتاشر وكان قبله احنا كنا في عصر متخلف عقليا العصر العثماني ومش عفيه وبتدينا في النهضة بعدين دخلنا في التنوير فابتدأت المرأة للخروج للعمل للتعليم لكده فظهر على الشاشة فننات وأديبات وهو ايضا من عملنا في السياسة وكان لهن دور سياسي في هذا الوقت وكلهن كنا ضحيات او ضحايا لسوء فهم الرجل لما كان يحدث وسوء فهم الرجل لما كانت تفعله المرأة في هذا الوقت لان اذا خرجت المرأة للعمل او ايا كان في الادب في الفن في السياسة ستتعامل مع رجال ستتكلم مع رجال ستجلس مع رجال ستتحدث معهم يعني مش هتقفلهم بالنبوت فهتتكلم معهم عادي وطبيعي لكن في الوقت دو كان الرجل بيعيش في خيالات اه علشان هي بتكلمني كويس يبه معناه واقع عبده بديبي ودي كانت ايضا مشكلة احنا ما كابعا اسمان لازم نتكلم عن النساء اللي كنا يعني يعتبرنا متصدرات الساحة مثلا زي مية زيادة احنا عارفين قصة مية زيادة وان هي كانت ايضا ضحية افتراءات من اللي هما كانوا يعتبروا رجال تنوير يعني لان كل واحد فيهم كان عايش في قصة حب معها وكان فاكر ان هي بتحبه المجرد ان هي بتتعامل معها وبتنقشه مثلا في امور ادبية في امور ثقافية انما هي كانت تتعامل عادي انما الرجل يعني حتى خليل مطران اللي هو قادم من لبنان وذهب الى فرنسا عاش في فرنسا فترة وجه مصر يعني خليل مطران ايضا كان تحت هذه المشكلة يعني وحتى كتب شعر بعد ما اكتشف ان هي ما بتحبوش وكتب القصيدة بتاعت شاكن الى البحر الترابة خواطري فيجيبوني برياح الهوجاء وكتب كتير من الاشعار وحتى عباس العقاد لما كتب قصة سارة وغير وغير وهي في الصراحة يعني يمكن قصة الحب الوحيدة في حيات ميزي هذا كان خليل جوبران اللي كان عايش في اميركا ولم تراه ابدا يعني كان يتمنى ان هو يروح الزرة في مصر وينزل مصري قابل الشعراء اللي كان متأثر بيوم بيسمع نوم انما طبعا اتوفى وكان مجرد حب افلاطوني برسائل يعني تعتبر اعمال ادبية رسائل وانا مرة وريت كتاب هنا بيوباع في المكتبات الامريكية عن رسائل ميزيادة وخليل جوبران هنلاقي مثلا في نفس الوقت كان فيه حتى فيه اميرات من العائلة الملكية كنا يعقدنا الصالونات الثقافية وكده وايضا يعني كل واحد عاش في دور يعني حتى قاسم امين بتاع حرية المرأة ايضا كان فيه الاميرة اللي كان بيحضر السالون بتاعها وكان معجب بيها ومش عارب ايو يعني كان فيه قصص كتيرة يعني في الوقت ده فده كان المشكلة الرئيسية في هذا الوقت طبعا ابتدت الصحافة تكتر كمان في التلاتينات والاربعينات بقت الصحافة وصحف كتيرة وكده كان لها تأثير ايضا فيه اصارة الجدل ذا ات كان فيه اللعب على الفانتس شوي يعني حتى مثلا نشوف الملك فاروق والقصص اللي اتعملت حواليه انه يعني مثلا حتى انا معصرتش الملك طبعا انما طلعت على الدنيا لقيت الناس بتتكلم عن ان هو كان مش عارف بيشرب ما رقيت مش عارف عشر تلاف جوز حمام وبيشربوا على الريق علشان يبقى قوته ومش عارف خمس تلاف حصان وعدد النساء التي كان يعني في علاقة معهن وكلام فاضي كتير وفي الاخر كل دا كلام فاضي فكانت الصحافة كانت يعني بتتروج لكلام كتير ومن ضمن هذا ايضا كان فيه حسن عبد القدوس اللي احنا بدأ يعني يظهر فيه اولي الاربعينات وكده الى ان وصل لفكرة الاسلحة الفازدة والفرقاء لعملها ان دي اسلحة فازدة ومش عارفة وبعدين طلع كلام فاضي يعني وهو صدق الموضوع وكتب عنه الروايات والروايات دي بقت افلام وبتاع والاسلحة الفازدة ونحن لازم نصوره على الملك الفاسد والملك واعوانه كل دا كل دا كان كلام كذب ايضا كان فيه مثلا ملكة نازل الملكة نازل ايضا كانت فيه حاجات كتيرة بكلام عنها يعني هل هي كانت امرأة فاضلة يعني الصراحة الواحد ما يصدقش حاجة لانه الزمن دا كان مليان بالفانتسي زي ما قلت يعني هي قصص تحسك زي الاراتيك نابلز اللي هي الروايات بتبقى مسيرة للجنس كان هذا الزمن دا كان مليان بدون وكانوا طبعا هم الصحفيين والكتاب وكده كانوا عاشين على الكلام دا وللأسف ايضا نرجع لموضوع التابع انه كان اي واحدة ما ترداش به كان هو في ايده وألمه وهو صحفي فابتدي يشوه صورتها نشوف مثلا حتى في الفترة دي يمكن انها جاد بعدها بشوية كان فيه كاميليا للأسف أيضا كاميليا شوهت صورتها بشكل سيء جدا وحسن عبد القدوس ايضا كان واحد منهم اللي اخترق فكرة انها كانت جسوسة يعني اختلق الموضوع دوا وانها كانت جسوسة وانها كانت مش عارف ايه وحتى قال انها ديانتها مش عارف ايه بالرغم انها معروف انها ديانتها مسيحية وحتى الجنازة بتاعتها يعني معروف انها طلعت من كنيسة قديس يوسف يا كنيسة كاثوليكية في وسط القاهرة وكنيسة كبيرة ومعروفة ومسجل بالموضوع دوا ايضا حتى مكلسوم يعني مكلسوم برغم انها مختلفة شوية عنهم بسبب مرجعيتها انها جاية من بلاد بلد ريفية انها كده غير مثلا كاميليا اللي لها اصول اجنبية او اسمهان الاميرة اللي متعلمها في مدارس رهبات او ميزيادة ايضا نفس الشيء ام كلسوم ايضا لم تسلم من هذا يعني حتى احمد رامي اللي هو علم ام كلسوم وشعر الشباب الرقيق المحترم جدا طبعا احمد رامي يختلف عن التبع ويختلف عن دوان يعني كاميليا شوى صورة احسان عبد القدوس والرجل المطيور الثاني رجدي ابازة ورجدي ابازة معروف انه كان اي واحدة تقوله لا كان بيهيج ويصور زي يعني مش عايز اقول حتى مريم فخر الدين ذكرت انه كان بيروح يخبط عليها في البيت الساعة ثلاثة الصبح ويزعق 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 ويزعقان ان ازاي اتي مش عايزاني ومش عبيه لان مريم فخر الدين ايضا كانت من جميلات الفن وكانت يعني من نص الاربعينات والخمسينات والستينات لحد السفانات كانت بتعتبر من جميلات الوسط الفني طبعا هو كان متغاز انه زي مريم فخر الدين مش عاوزه ومريم فخر الدين كانت يعني حتى مرة عملت مقارنة بينه وبين احمد مظهر احمد مظهر رجل رازين المثقف اللي كده هو رجع بعض الرجل اللي سكران طول الوقت ومخه مطيور ومخه ضارب ومش فاهم بيعمل ايه ام كلثوم بقى مشكلته كان ان احمد رامي هو اللي علم البلاغة وهو اللي علم النحو هو اللي علم زي تتزوق الشعر وتفهم الشعر اللي بتغنيه وكده احمد رامي نفسه صنع التمثال ثم قام بعبادته يعني هو اللي صنع ام كلثوم وفي الاخر كان معجب بيها وكان زعلان لما ما كانتش رضية يعني تبدله الحب والقصاب جيه ومش عارفية انما دولا كانوا ناس مختلفين شوية يعني موقف ام كلثوم يعني من حظها انها لم تكن واقعة تحت التبع والعالم التعبانة دي يعني برضو احمد رامي حاجة تانية غير التبع يعني لا يقارن احمد رامي دوا ده بتاع يعني راح درس دراسات في اللغات الشرقية في فرنسا ورجع وكان ماسك مكتب الدار بكتب وكان يعني بياخد موقف ام كلثوم كتاب كل يوم يقرهوله يعني احمد رامي ده قصة تانية فالتبعي لا التبعي ده حاجة يعني اللي كان يقع تحت يد التبعي طبعا ربنا هو اللي يتولاه فدي بس لمحة سريع على الوقت ده طبعا برضو لما نتكلم عن اسمان طبعا الكلام عن اسمان محتاج وقت طويل ومش نقدر نتكلم فيه كل مرة واحدة النهاردة ايضا لما نيجي نتكلم عن اسمهان ايضا نظرة المجتمع ودي كانت المشكلة اللي كانت وقع فيها مزيادة وغيرها وايضا كاميليا وكده ان المجتمع المصري حتى الان موجود المشكلة دي دايما عنده نظرة خاطئة عن النساء القادمات من بلاد ما كانت تسمى بالشامل دلوقتي دلوقتي سوريا ولبنان وكده فلما اي واحدة من لبنان من كده بيتهيالوا ان دي ست بقى يعني مش مش كويسة حتى الان المشكلة دين موجودة اللي هو زي المقاررات سهلة على رأي شعيد صالح طبعا دي فكرة خاطئة وفكرة فيها عنصرية عنصرية جمدة يعني حتى الان لما في اي فيلم نشوفه او كده وعايزين يطلعوا جسوسة مثلا واحد عايش برا عالم استاذ مش عارف ايه ايا كان حتى لو ويخسل صحون واحد عايزة توقعه في الجسوسية اللي كان دايما يجبوها لبنانية ودايما اسمها جمانة او اسمها مش عارف ايه يعني عشان يفهمك قادي لبنانية تتكلم بلاقة لبنانية وكده يعني 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 دايما في نظرة باعتقد هي عنصرية مصرية متأصلة عند المصريين اللي هو دايما المصريين فاكرين هم اللي بس عندهم اللي عفة وهم اللي عندهم الشرف وهم اللي عندهم كده ومحدش يفهمني غير تغانانا اساسا مصري واعتزب مصريتي انما يجب ان نتحدث في الاشياء بنظرة موضوعية وننقض ذاتنا حتى لا ينقضنا غيرنا لان الوعد لما يبادر بنقض الذات مش يجي حد يقوله انت غلطان لان التفخير بالذات دايما هيجب لك ناس يقولك لا ده تفيك العبر يعني نعم في مصر وفي الثقافة المصرية والعنصرية المصرية هناك عبر كثيرة جدا يعني ديا لمحة سريعة عن المشكلة ايضا مرة اخرى المشكلة اللي كانت فيها الزمن بتاع اسمهان طبعا نرجع برضو لفكرة العائلات اللي كانت جاية من سوريا ومن لبنان طبعا معظمهم سكنوا في مناطق او تواجدوا في مناطق او كده الظروف خلتهم لانهم كانوا يعتبروا نفسهم اجانب ايضا فكانوا بيتعاملوا مع برضو الاجانب اللي جايين من ايطاليا اللي جايين من اليونان اللي جايين من ارمينيا كده اللي هي كانت الجاليات الاجنبية اللي كانت موجودة في مصر فكانوا بيختلطوا ببعض فكان بيبقى في صداقة بينهم وفي كده فكانوا بيتأثروا ببعض شوية وايضا فيه كانت نظرة متخلفة عند المصريين عن الايطاليات واليونانيات والارمينيات لان دولا ايضا كان لهم تقاليد وليهم كذا يعني ليس لهم اخلاق يعني زي ما كتير بيتصور الناس والظروف دي زي ما قلت كان لها الزمن دوان كان ليه ظروفه لان البلد خرجت للتنوير كان فيه اختلاط كان فيه كده كان ابتدت الناس ممكن مثلا فيه الحفلات كانوا يرقصوا طنجو مش عارف ايه طبعا البنت ممكن يطلبها للرأس الراجل ده ومش عارف ايه مش معنى كده ان هي واقعة في دباديب دولا دباديب دوان فكان الرجل اللي هو مش فاهم حاجه ايه او اللي هو فاكر ان هي بتحبه هو ومش عارف ايه ممكن يعني يفكر بتفكير متخلف يعني ويصور وازاي وليه وابتاع فدي كانت مرة اخرى فقط نظرة نظر نقول شاملة عن الزمن اللي كانت فيه اسمهان ولماذا اسيء فهم اسمهان ولماذا اختلقت كل هذه القصص عنها وعن غيرها ايضا زي ميزيادة زي الملكة نظلي زي ام كلثوم زي كاميليا زي غراء وغراء وغراء وحتى سامع جمال وطبعا كان فيه كتاب حتى مصافة امين يعني مصافة امين لا كان ليلة في الطور ولا في الطحين يعني تنفع يبقى السجع مصافة امين لا كان ليلة في الطور ولا في الطحين انما كتب عن فريد الاطرش وسامع جمال وهو اللي شنع ان سامع جمال بالراحة وقدت ليلة مع الملك فاروق ومش عارف ايه وكتب الموضوع وحكى ان فريد كان زعلان طب انت كنت فين انت ما كانش ليك علاقة اساسا بفريد يعني هو مصافة امين كان لا يحب فريد ابدا وكان من الناس اللي كانوا بيهاجموا فريد يعني انت جاي تكتب عنه والكلام ده كان للأسف كان يونشرف في مجالة الموعد في التسعينات بالذات بعد ما توفى عبدالوهاب ابتدت الموعد والشبكة تتكلم عن فريد واتنشرت انا فاكر قريت الكلام دوا وحكى عن القصة بتاعت سامع جمال وفريد وكان دي سبب انتهاء العلاقة بينهم مصافة امين ما كانش ليه علاقة بحاجة ما كانش يعرف حاجة عن حاجة مصافة امين هو مفيد فاوز التلاتينات والاربعنات حاشر نفسه في كل حاجة وهو ملوش دعوة بحاجة يعني ومصافة امين ايضا كان فيه جدال كتير عليه هل هو كان جسوس هل هو كان كذا هو كان كذا لا اعلم يعني هو فيه جدال عليه على مواقفه على شخصيته على افكاره يعني متفهمش هو مع مين عاوز ايه ليه فين اي حاجة فمعظم النساء في هذا الوقت كنا ضحيات الزمن ده ان كان يساء فهم كل شيء كانت الصحافة تتاجر باشياء كثيرة يمكن زي ما قلت اللي ناجت ام كلسوم لان طبعا ام كلسوم في الحفلات حتى مش هتطلعتهم طرقه زي اسمهان او زي كاميليا او زي الناس دولا برضو ام كلسوم مش هتتكلم بالفرانساوي مع الفرنسيين مع كده ممكن يساء الفهم لمجرد انها توجيد اللغة ام كلسوم مكانش بتعرف فرنساوي فهنا ندر ان اقول ام كلسوم ناجت بشكل ما لظروفها لحياتها وكده انما لم تنجو مية في المية ايضا كانت ايضا كان فيه كلام وكان فيه حاجات وكفاية ان كان فيه اللي هم اللي وقعوا في حبها انما كان لحظا ان هم مش بالاخلاق بتاعت التبعي ولا رجدي اباز ولا الناس اللي ممكن يشوهوا صورة اللي كانوا بيحبوه يعني الواحد حتى انت بتشوه صورة واحدة كنت بتحبها وعايز تتجوزها طب انت بعدين حتى لو رجعت لك هترضى انك تتجوزها ولا هتعمل ايه يعني حاجة مش مفهومة انت لو تجوزتها هيبان ان انت يعني خرفان يعني انت بعد الكلام اللي قلته عليها ده وموافق انك تتجوزها يعني ما انت اما كنت كذاب اما انت رجل مش يعني منك شخصية حاجة كانت لريبة فهنبقى نتكلم اكتر بتفاصيل عن اسمهان بالذات ونفس نتكلم عن مي زيادة ونتكلم عن الناس دول كلهم انما والصراع بين اسمهان والملكة نظلي ومكلثوم وكلام ده كله هنبقى نتكلم عنه اكتر فياريت تتابعونا وتعملوا لايك وكامن وسبسكرايب للقناة ونشوفكم على خير ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة